إلى ذلك قال قائد لواء 143 مشاء العميد ذياب القبلي إن قوات الجيش الوطني في محافظة مأرب تمكنت من مساندة المقاومة الشعبية ورجال القبائل من التصدي لكل هجمات الميليشيا الحوثية في جباة أطراف المحافظة القبلي وفي تصريحة مسجلة أكد أن الميليشيا الحوثية دلقت خسائر كبيرة من خلال عمليات الاستدراج والاستنزاف التي ينفذها الجيش الوطني كما أكد أن تحرير المناطق التي ترزح تحت سيطرة الميليشيا هو الهدف الكبير لقوات الجيش الوطني هدفنا تحرير اليمن من استبداد هذا العدو هدفنا استعادة الدولة من هذا المعتدي عبد إيران وإن شاء الله قريب بإذن الله ينتهي التضليل الحوثي على بناء الشعب اليمني كما جدد القائد العسكري في الجيش الوطني دعوة الأهالي في مناطق سيطرة الميليشيا للحفاظ على أبنائهم وعدم السماح للحوثيين باستخدامهم وقودا لتحقيق أهداف طهران وقال إن الحاكم الفعلية لصنعاء الإيراني حسن إيرلو ومن وراءه هو من ورائه الميليشيا الإرهابية يدفعون بأبناء تلك المناطق إلى محارق الموت ننصح من أخواننا وأباءنا في المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيين أن لا يتركوا أبنائهم بريسه للحوثي ويرسلهم إلى محرقة نحن رغم الخسائر الذين نراها لكن نتعلم كثير على أبناء اليمن أنه يستقبلهم هذا العدو الغاشم يعني العبد الإيران تمام؟ والآن إيرلو هو المتحكم وهو الذي يمشيهم ما حد أصبح لهم رأي أنهم يسيطروا على هذا الوضع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر